قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 60 ألف صندوق مواد غذائية وذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ومراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تزامنا مع حلول عيد الأطحى المبارك وقامت فرق الرصد الميداني بالمؤسسة ببدء التوزيع في 52 مركزا بواقع 20 محافظة من محافظات الجمهورية ويأتي ذلك في إطار مبادرة وصل الخير 2 والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني حيث تسعى هذه المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجا وسعيا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأطحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية ورفع العب عن كاهل الأسر في قرى حياة كريمة